ناخد ملف آخر والحقيقة هو موضوع الأيام اللي فاتت وهيبقى موضوع كمان الأيام اللي جاية بيقول مصر تعيد فتح الأجواء لعبور الطيران القطري ومصادر مشروعات اقتصادية مشتركة قريبا بيان لمصر للطيران نخطط لتشغيل رحلة يوميا إلى الدوحة وجهزون لزيادة الطلب ما ترتب على ما يسمى بيء المصالحة العربية ومصالحة الدول الأربعة مع قطر فتح الأجواء المصرية للطيران القطري وعمل رحلة يومية أو استقبال رحلة يومية من قطر إلى مصر ومن متوقع كمان أن رحلات زيادة ربما تصل إلى الثلاث رحلات رايحة جاية كل يوم بين مصر وقطر رح نعرفين طبعا عشان لدينا مصرين كتير بيشتغلوا في قطر دي الخطوة الأولى فيما يسمى بالمصالحة أو دي خطوة أولى بتقدمها مصر الحقيقة ربما حد يقول طب وهيحصل إيه وبتاع الحقيقة أنا ممكن يكون عندي علامات استفهام لكن ما أقدرش أقول أن احنا كوننا رأيه أو نعرف إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاي إذا كان فيه مصالحة فمصر بتفتح الأجواء المصرية للطيران القطري فهل على قطر أن هي تلتزم بوقف المشاكل اللي كانت بتسببها المصر خلال الفترة اللي فاتت علامة استفهام كبيرة الإجابة معرفش هل قطر ستقوم بعدم بث العنف ودعم الإرهاب زي ما احنا بقلنا سنين بنقول علامة استفهام كبيرة أنا معرفش لكن اللي نعرفه أن فيه مصالحة على أرض الواقع وياجب على أي مصالحة على فكرة مصالحة بين الدول بتشبه يعني مصالحة ما بين الأشخاص أنت فيه خصومة فيه بعد كده فيه مصالحة بيترتب عليها أمور كتير جدا هل الأطراف عندها استعداد تتحمل يعني مسئوليتها اتجاه الآخر ومسئوليتها اتجاه شركاءها في المنطقة العربية هو ده اللي المفروض إحنا كلنا نتابعه ما يبقاش بس دور المؤسسات أو دور الدولة لكن كمان يبقى دورنا إحنا كمواطنين إحنا اللي هنشوف وإحنا اللي نقدر كمان نقيم فده المحل تقييم خلال الفترة القادمة موسيقى موسيقى